اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنني أحرص على أن تكون مشاركتي في شهر رمضان في مدارسة كتاب الله تعالى مدارسة لغوية وتفسيرية وهذا هو الأحب إلي في كل الأحوال في رمضان وفي غير رمضان وموضوعنا الليلة هو في مدارسة معنى قول الله تعالى في آية الصدقات وفي سبيل الله وآية الصدقات هي قول الله تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وأعتقد أن الموضوع مناسب للحال والزمان وأن له صلة باللغة العربية أما أن له صلة باللغة العربية فالمحثها هنا في معنى السبيل ومرد ذلك إلى اللغة العربية وأما مناسبته للحال والزمان فإن الأسئلة تكثر في هذه الأيام أسيما أن كثيرا من المسلمين يحرصون على أن يؤدوا زكاتهم في هذا الشهر الكريم فيكثر السؤال عن هذا المعنى أو عن هذه اللفظة التي وردت في هذه الآية وما سأقوله هو رأي ومشاركة في البحث والترجيح ولا أقول لكم إنه فتوى ولا أقول لكم إن هذا هو الصواب الذي لا يقبل الخطأ ولكن الباحث عن الحق إذا تجرد عن الهوى واتبع سبيل الرشد في البحث قد يصل بعد ذلك إلى حقيقة يقينية أو حقيقة راجحة ويكون بعد ذلك متعبدا بمن تهى إليه بحثه ومحاسبا عند الله تعالى على قصده وعلى نيته الآية كما سمعتم جمعت أصنافا ثمانية وغير خاف على أحد أو على كثير منكم أن الصنف السابع الذي هو وفي سبيل الله هو أوسع هذه الأصناف على القول الذي انتهى إليه البحث وهناك جديد في هذه الدراسة وكل دراسة ليس فيها شيء جديد فإنها لا تعد في البحث العلمي لا تعد بحثا علميا وأود أن أعرض إلى تحقيق هذه المسألة وأن أذكر بعض المرجحات التي لم أجدها في الكتب السابقة وفي تفسير من تقدم من العلماء أولا نظرة عاجلة أو عجلة في الآية التي جمعت هذه الأصناف الثمانية وحصرتها في هؤلاء قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والفقراء جمعوا فقير والفقير هو الذي لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد شيئا ولكنه لا يكفيه يأتي بعد ذلك الموسر وليس من أهل الزكاة يأتي فوقه الغني وهذا طبعا هو الذي يعطي من يستحق من أهل الزكاة والجدل الكبير بين العلماء في الفرق بين المسكين والفقير وأي الصنفين أحوج جدل كبير في هذا ولكن الأظهر أن الفقير أحوج من المسكين وعلى ذلك أدلة ولكل دليل ولكن نقدم من قدمه الله تعالى فإن الله قدم الأحوج في هذا ومسألة مسألة تقديم من قدمه الله تعالى هذا فقه نبوي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولنا أن نستعمل هذا في أمور كثيرة وسنخرج من الحرج في كثير من الخلافات التي تكون بين العلماء في مسائل كثيرة في الفقه ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من طوافه بالبيت العتيق توجه إلى الصفاء والمروة والصفاء والمروة هما مسلكان يمكن أن يبدأ بالمروة أو يبدأ بالصفاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء لأن الله تعالى ذكرها قبل المروة ولهذا قلت فيما قلت حينما كتبت في موضوع ترجيح الطائفين على القائمين وعلى العاكفين والركع السجود وأنهم أولى بهذا المكان من غيرهم أولى من المصلين وأولى من العاكفين في مقالة قديمة كان فيها أيضا إشارة أو رأي في مسألة التصرف مثلا في نقل مقام إبراهيم إلى مكانه الأول أو إلى زحزحته إلى مكان آخر أن الله تعالى قدم الطائفين في آيتين من كتابه قدم الطائفين على العاكفين وعلى القائمين فقال في سورة البقرة أن طهر بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود فجعل الطائفين هم المقدمين وقال في سورة الحج وطهر بيتية للطائفين والقائمين والركع السجود فجعل أيضا الطائفين هم المقدمين فنقدم من قدمه الله تعالى وعلى هذا فهذا الصحم الذي هو حول الكعبة هم الأحق به الطائفون هم الأحق به وأما من أراد الصلاة من الركع السجود أو أراد الاعتكاف فهذا يكون بعدهم وكذلك في مسائل أخرى ربما أشير إلى بعضها فيما بعد وأما العاملون عليها فهم الذين يكلفهم الإمام بأن يجبوا الزكاة والمؤلفة قلوبهم المقصود بهم هم من كان حديث عهد بكفر أو كان حديث عهد بإسلام هذه عبارة صحيحة ولكنهم قسمان مسلمون وكافرون وهل تجوز الزكاة على الكافر؟ على هذا الصنف من الكفار تجوز الزكاة لهم هناك قوم من الكفار ونريد أن نتألف قلوبهم ولهم أتباع والمال شقيق الروح وقد يجذب النفوس أو أنفسهم بعد ذلك وبعض الناس لا يرى محاسن الشيء إلا من خلال المال يرى محاسن الإسلام من هذا المال الذي يعطى له ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بعض العراب واديا من الغنم دهب وقال أخذ يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئتكم من عندي أكرمي رجلي من الدنيا أو كما أرويه وأما المسلمون فهم الذين أسلموا وهم أيضا لهم مكانة ولهم أتباع ويرادوا أن يثبت إيمانهم وأن يقوى بهذا وأما في الرقاب فالمقصود في فك الرقاب وهو عذق الرقاب والغارمين هم من تحملوا حمالة أو كان عليهم دين وفي سبيل الله هذا هو موضوعنا وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبيل السبيل الطريق يذكر ويؤنث وأضيف إلى السبيل أو سمي ابن السبيل لأنه أصبح كأنه لا شيء له إلا هذه الطريق التي يمشي عليها وقيل هو الضيف وهو كذلك أيضا لأنه مسافر أو كالمسافر وجاء إلى من تضيفه إذن جوهر الموضوع أو البحث عندنا هو في سبيل الله ننظر إلى خلاف العلماء في المراد بسبيل الله ها هنا ونبدأ بقول السلف ما رأيه السلف في هذه اللفظة السلف أجمعوا بل السلف والخلف أجمعوا على أن المراد بسبيل الله في هذه الآية الغزو أو الغزاة إذا أرادوا الخروج يعطون من النفقة والعتاد والكسوة والسلاح وما يتعلق بذلك كل ما يتعلق بالغزو فإن هذا داخل فيه إذن هذا قول أجمع العلماء عليه لكن ليس معنا ذلك أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز أن يدخل في هذا شيء آخر إلى الآن هذا هو المروي عن السلف وأما الخلف فهنالك أقوال أخرى ومن العلماء من السلف أيضا من يقول أن هذا الصنف في سبيل الله يشمل أيضا الحجاج والعمار وهذا مروي عن ابن عمر وعن الحسن وعن أحمد وإسحاق المستند في ذلك وما رواه أبو داود بسند صحيح عن أم معقل ذكرت أن أبا معقل وهو زوجها كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة فانطلق يمشيان حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا قال أبو معقل صدقت ولكن جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فيه توسعة لهذا المعنى لأن أبا معقل فهم أن معنى في سبيل الله الجهاد وحسب فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحج وجعله من سبيل الله الآن إلى هنا الأمر يحتمل أن يقتصر على هذا المعنى وحسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع أضاف هذا ويحتمل أن المسألة لأنها واسعة يدخل فيها ما كان من سبيل الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل بعد ذلك فقال هو في سبيل الله ولا يؤثر أبدا عن السلف شيء آخر في هذا والمروي أيضا في تفسير هذه الآية قليل وقال الإمام مالك هنا قال الإمام مالك هذه الجملة المجملة ليس فيها تفصيل وكأنها ليست تفسيرا مقصودا لهذه الآية أو لهذه الجملة لأنها حكاية ذكرت بمعزل عن تفسير هذه الآية قال سبل الله كثيرة ولكن الأدنى إلى الفهم أنه يريد هذه الآية وفي سبيل الله وعلق ابن العربي بعد ذلك في أحكامه فقال ولكنني لا أعلم خلافا في أن المرادة بسبيل الله ها هنا هو الغزو أو أن الغزو من جملة سبيل الله إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قال إنه الحج لكن قول الإمام مالك إن سبل الله كثيرة هذا المعنى الواسع يجعلنا نقول بعد ذلك لماذا نحصر هذا اللفظ في معنى واحد أو في معنيين وحسب ولكن يبقى أيضا هو اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله تعالى إذن الموضوع يحتاج إلى تحرير وهذا التحرير على النحو الآتي أنا أعلم طبعا أن الوقت لا يناسب كثيرا من الناس في هذا الوقت ومواقع الصلوات تختلف ولكن اجتهدنا ومن فاته هذا اللقاء المباشر سيألقاه بعد ذلك ومسجلا فالتحرير المعنى أو المقام على النحو الآتي أولا معنى سبيل الله في القرآن جاء لفظ سبيل الله في القرآن العظيم في ثمانية وستين موضعا كلها مقيدة كلها مقيدة يعني وأنفقوا في سبيل الله كما سيأتي إلا في هذا الموضع فإنه ما جاء مقيدا بل جاء مطلقا هكذا وفي سبيل الله والمواضع التي قيد فيها جاءت على النحو الآتي منها ما هو مقيد بالقتال والجهاد مثل وجاهدوا في سبيل الله فقاتل في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله ونحو ذلك من الآيات التي جاءت مقرونة بالجهاد أو بالقتال ومنها ما جاء مقيدا بالهجرة فقوله تعالى في سورة النساء ومن يهاجر في سبيل الله ومنها ما جاء مقيدا بالنفر كقوله تعالى في سورة التوبة انفروا في سبيل الله ما لكم إذا أقيل لكم انفروا في سبيل الله ومنها ما هو مقيد بالإحصار كقوله تعالى للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله في سورة البقرة ومنها ما جاء مقيدا بالإنفاق كقوله تعالى وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةٌ فهذا جاء مقيدا بالإنفاق وهذا وإن كان مقيدا بالإنفاق إلا أنه في حكم المطلق أنفقوا في سبيل الله في سبيل الله ويدخل في ذلك مثلا الغزو أو الجهاد دخولا أوليا ومنها قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله هنا مقيد بالمخمصة والنصب والضمأ ضمأ ونصب ومخمصة في سبيل الله وبقية المواضع التي جاءت في القرآن الكريم يعني في غير الإنفاق والهجرة والجهاد والقتال وما ورد مما سمعنا جاء في الصد عن سبيل الله كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أو نحو ذلك من الآيات التي جاءت فيه ويصدون عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله وغير ذلك من الآيات إذن السبيل الله الذي جاء في القرآن جاء مقيدا ولم يأت مطلقا إلا هنا وإذا كان قد جاء مطلقا فإنه لم يبقى له من معنى إلا أن يكون معناه في سبيل الله أي في طرق الخير والبر وهي واسعة سعة الدنيا طيب نظرنا فوجدنا أن العرف العام في هذا اللفظ إذا أطلق من غير قيد فإنه يقع على كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى هذا من حيث الصلاح ومن حيث أيضا اللغة إذا أضيف هذا اللفظ إلى لفظ الجلالة أما السبيل وحده في معنى الطريق إلا أن ابن الأثير رأيته قد استدركها هنا وقال إلا لكنه في الغالب إذا أطلق فهو واقع على الجهاد وفي استدراكه نظر فإن سبيل الله لا يكاد يذكر إلا مع تقيد وإذا قيد فهو مع قيده وأما إذا لم يقيد فهو على المعنى الواسع في الآيات الكثيرة ومنها آيات الإنفاق نفسها ومنها آيات الإنفاق نفسها التي مثلا في مثل وأنفقوا في سبيل الله ينفقون في سبيل الله ليس معنى ذلك أن المراد هو الجهاد وحسب بل هو على معنى أوسع كما سيأتي خير ما يؤكد ذلك لأن المعنى واسع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي معقل إن الحج من سبيل الله وأنه في سبيل الله قال الزبيدي هنا في تاج العروس وكل سبيل أريد به الله عز وجل وهو بر داخل في سبيل الله كل سبيل أريد به المولى عز وجل وهو بر داخل في سبيل الله لننظر الآن في أقوال المفسرين بعد السلف في معنى في سبيل الله في هذه الآية الذين سميتهم المتأخرين طبعا هؤلاء المتأخرون منهم أنهم في القرن السابع الرابع يعني كالقفال القفال من تلاميذ ابن جرير الطبري وابن جرير الطبري في توفي سنة 310 وهذا في حوالي 365 فنقل الرازي عن القفال ولكن القفال له تفسير جليل نقل عن القفال عن بعض المفسرين أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد وغير ذلك وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره التسهيل إلى علوم التنزيل قال واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل فالخلاف موجود في كتب أهل العلم من قبل وهو طبعا مبني على تفسير هذه الجملة لكن أكثر المفسرين على المعنى المذكور المشهور عن بعض السلف وهو الغزو أو الغزو والحج وكذلك الفقهاء ولهم في ذلك تفصيل والمتفق عليه بينهم أنهم الغزاه الذين لا نصيب لهم في الديوان بل هم من المتطوعين فهؤلاء هم داخلون في ذلك بلا شك دخولا أوليا أما المعاصرون طبعا المعاصرون الخلاف توسع عند المعاصرين ولا تعتبر هذه المسألة من النوازل لكن الحاجة إليها أصبحت كأنها من النوازل لأن طرق الخير كثرت وطرق البر أيضا كثرت وهناك مباني كثرت وطرق وشوارع وأربط وإن كان كل هذا كان موجودا لكن اتسعى الخرق على الراقع فأصبح تدخل العلماء وإتماعهم للبحث في هذه المسألة من الأمور المهمة جدا ودليلهم انطلقوا يعني من رجح هذا القول من المعاصرين ليس له دليل إلا ما انطلقوا منهم من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله وكذلك ما ورد أيضا عن بعض السلف أن الحج داخل والعمرة داخلة وكذلك أيضا أهل العلم أو طلبة العلم فقالوا مدامة التوسعة موجودة نحن أيضا نزيد هذه الدائرة توسعة الجديد في هذا الموضوع الذي أضفت ولا أريد أن أطيل هو وجوه ترجح هذا المعنى العام الذي بدى لأنه هو الأرجح وهو أن معنى في سبيل الله هو في سبيل الخير والبر على المعنى الواسع وفي مصالح المسلمين والأمة كما سيأتينا إن شاء الله ولو كان في ذلك أدلة أو دليل نصي أو ظاهر وكان الدليل صحيح الثبوت لكان هو المعول عليه لكن نتلمس وجوها ودلائل وأحيانا بعض الدلائل والوجوه كما ذكرت في صدر الكلام أن الإنسان أحيانا يصل إلى حد القناعة التي يجزم فيها بالقول لوجود قراء وأدلة راجحة أو وجوه راجحة لا تعتبر أدلة قطعية في ذاتها لكن بمجموعها هو الذي يصل إلى هذا القول فيكون بعد ذلك محاسبا على نيته فاللفظ المجمل قد تحيط به قراء مثل هذا اللفظ المجمل تظهر للمرجح وجوها من الترجيح يعول عليها وقبل أن أذكر هذه الوجوه أذكر ثلاثة نقاط أو نحو ذلك أن نقل عن السلف في معنى سبيل الله عزيز جدا ثانيا ليس في كلامهم ما ينفي دخول غير الغزاة مطلقا يعني هم نعم قالوا إن معنى في سبيل الله أم الغزاة ولكنهم لم يحصروا أو لم يقولوا إنه لا يجوز إدخال غيرهم فيهم أو معهم والمفسر أحيانا يذكر ما يكون اللفظ متبادرا إليه يعني يذكر المعنى الذي يتبادر إليه اللفظ وقد يترك معاني أخرى والثالث أن في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى شاهدا قويا يشهد للمعنى العام وهو أنه قال سبل الله كثيرا أما هذه الوجوه التي اتضحت لي فهي على النحو الآتي وهي وجوه ستة أولا لم يأتي سبيل الله الذي يراد به الجهاد والغزو إلا مقيدا بالقتال والجهاد والجهاد طيب فما الذي يوجب هذا القيد هنا دون غيره كل في سبيل الله التي جاءت في القرآن الكريم التي يراد بها الغزو والجهاد جاءت مقيدة بالجهاد أو بالقتال فالله تعالى لم يقل ها هنا والجهاد في سبيل الله أو القتال في سبيل الله وإنما قال وفي سبيل الله هكذا جاءت مطلقة فألا يفهم من هذا الإطلاق أن المولى سبحانه وجل شأنه لو أراد تخصيص الغزو لقال والجهاد في سبيل الله أو والقتال في سبيل الله ولكن الله لم يقل ذلك فهذه على الأقل قرين مرجحا أو دلالة مرجحا إذا كانت لا ترقى إلى أن تكون دليلا ثانيا أن الله عز وجل ذكر وفي سبيل الله قبل أو ذكر في سبيل الله ذكر في سبيل الله قبل هذا الموضع بآيات يسيرة قال والذين يكنزون الذهب والفضثة ولا ينفقونها في سبيل الله فهل المراد هذه صدقة الآن في سبيل الله التي هي في آية الصدقات وهناك إنفاق أي صدقة في سبيل الله فهل في سبيل الله هناك المراد به الغزو هذا لم يقل به أحد من العالمين ولا يستطيع أن يقول بهذا إلا متحكم بل المعنى هو المعنى العام فهذه قرينة أيضا تشهد على هذا الإطلاق الإطلاق هناك إذن ما المعنى؟ المعنى حينئذ بالنظر إلى تلك الآية التي جاءت في السياق والسياق واللحاق والسباق السياق هو ما يكون حول الناس والسباق ما يسبقه واللحاق ما يلحقه السياق السياق من الأدلة أيضا المرجحة التي ترجح معنى من المعاني فحينئذ يكون المعنى وفي سبيل الله أي في كل سبيل أريد به وجه الله تعالى ويدخل في هذا الغزاة والحجاج وتدخل مصالح المسلمين وحاجاتهم العامة النقطة الثالثة الجهاد والغزو وما يتعلق بهما من إعداد القوة والعتاد من أكبر ما يحتاج إليه المسلمون كما ذكرت ومن المنهج في التقديم والتأخير تقديم من قدمه الله تعالى وتأخير من أخره تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله تعالى به والمولى سبحانه وتعالى جعل هذا المصرف في آخر المصارف الثمانية فإذا كان الجهاد بتلك الأهمية يعني فكيف يؤخر ويقدم عليه المؤلفة قلوبهم وكذلك الغارمون وفي الرقاب وغيرهم هو حقه أن يكون في الصدر فإذا كان الغزو في الدرجات الأولى من حيث المكانة والمنزلة فلأي معنى معنى أخره الله تعالى قد يقول قائل هذا السؤال وارد أيضا على المعنى العام حتى لو جعلته على المعنى العام وقلت إن الجهاد يدخل فيه ويتدخل فيه أيضا مصالح المسلمين نقول نعم لكن الجواب عن هذا أن الغزو يدخل في ذلك بلا ريب ولكن الذي أضعف تقديمه ولم يجعل مقدما على بعض الأصناف السابقة سعت معناه أحيانا سعة المعنى وعموم المعنى حينما يكون اللفظ واسع المعنى يشمل معاني كثيرة أو وجوها كثيرة أو أصنافا كثيرة فإن هذا يؤخر لعمومه والله أعلم الأمر الرابع أو الوجه الرابع ما الذي أجاز للحجاج والعمار دخولهم في هذا المعنى دون غيرهم ما الذي أجازهم مدام أن في سبيل الله هو الجهاد كما تعلمنا سيقال طبعا الذي أدخلهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحج من سبيل الله فسيقال في التعقيب على هذا إن المفهوم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إدخاله الحج في سبيل الله أنه عليه الصلاة والسلام أراد المعنى العام وأن سبيل الله يدخل فيه يدخل فيه الحج وغيره وليس فيه أنه لا يدخل فيه إلا الحج إنما النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج وعلّل ذلك وقال إنه من سبيل الله فلا يصلح أن يقصر في سبيل الله على المعنى الذي مثلا أرادته أم معقل وزوجه آم الوجه الخامس جاء في الكتاب والسنة ذكر سبيل الله في سياق الإنفاق ولم يقل أحد إنه يجب قصره على معنى دون آخر هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم وحينما نقرأ هذه الآية إنما الصدقات للفقراء معناها يعني تصدقوا على الفقراء والمساكين وتصدقوا في سبيل الله فما الفرق بين تصدقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله أنفقوا في سبيل الله بإجماع المفسرين المعنى أنفقوا في سبيل الله مطلقا بلا قيد وسواء في ذلك الغزاة والحجاج والعمار والأربطة والمساكن والشواة والطرق وحاجات المسلمين جملة وكذلك أيضا تصدقوا في سبيل الله لأن إنما الصدقات للفقراء تساوي تصدقوا على هؤلاء وعلى هؤلاء وعلى هؤلاء شيء سادس وهو الطريف أن المتأمل في ألفاظ هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين وتأملوا معي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل يرى أن وهذا شيء سبقت إليه ذكره بعض المتقدمين المتأمل يرى أن الله تعالى ذكر أربعة أصناف مقرونة بالله وأربعة أصناف مقرونة بفي في يعني قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي وللمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فهذه أربعة وهم كلهم ثمانية ثم قال بعد ذلك وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أي وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هنا نقطة دقيقة أو فرق دقيق أشار إليه كما ذكرت يعني بعض من تقدم ولكن أبينه بيانا آخر وأوضح أولا أن اللامة للملك في للتمليك يعني للملك في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهؤلاء الأربعة الذين هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم هذه يأخذون هؤلاء الأصناف والأربعة يأخذون المال أو يأخذون الصدقات ويتملكونها وينفقونها على أنفسهم وقد يأخذ الواحد منهم مالا كبيرا ويصبح أيضا من أهل من الأغنياء الذين يزكون فله الحق في التصرف في وجوه الحلال كيفما يشاء بهذا المال أما أولئك الأربعة الآخرون الذين هم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فهذا لم يقل عنهم إنما الصدقات لهم أو وللرقاب والغارمين لا لأنهم لا يملكون هذا بل المراد أن الصدقات أيضا تكون في فك الرقاب ولا يملك شيئا حتى تعتق رقبته يعطى إما أن يعطى مثلا لجمعية خيرية هي تتولى هذا الأمر وإما أن يعطى لسيده وقد يكون مكاتبا فيعطى أيضا كذلك ما اتفق مع سيده فيه على العثق ونحو ذلك وكذلك الغارمون الغارمون لا يعطون ليملك بل يعطون لسدد ديونهم ومن تحمل منهم حمالة أيضا لتدفع عنه ولا يملك شيئا ولا يتصرف في هذا المال وكذلك في سبيل الله على هذا المعنى أيضا الواسع هي ليست ملكا لأحد إنما يتصرف فيها وتكون في مصالح المسلمين في بناء المساكن وبناء المساكن وبناء دور اليتامة والشوا والطرق وغير ذلك كما ذكرته قبل ذلك وكذلك ابن السبيل ابن السبيل ولا يعطى من أجل أن يكون غنيا ولا من أجل أن يتملك يعطى ابن السبيل إذا كان ضيفا فانتهينا من هذا نحن نضيفه ولو ضيفناه من مال الصدقة فلا إشكال في ذلك وإذا كان المراد الذي انقطعت به السبيل فإنه يعطى ما يوصله ويرده إلى أهله فقط فهو لا يعطى ليتملك في هذا وهذه نكتة لطيفة في هذا الموضوع طبعا ابن السبيل قد يكون غنيا كذلك يعطى ما يقضي حاجته وغالبا ما يكون ابن السبيل فقيرا ما هي الخلاصة علشان يعني لا نطيل عليكم الخلاصة في هذه الآية على هذا الترجيح الذي ذكرته بهذه الوجوه أيضا التي ذكرتها وهي وجوه ستة لترجيح هذا القول أن معنى في سبيل الله في هذه الآية ما يحتاج إليه أمر الدين والدولة من المصالح التي تقوم بها حياة المسلمين ومن صور ذلك بناء المساجد والطرق والمستشفيات ودور العلم ودور اليتامة وبناء الوقف وإصلاحه وتكفين الموت وعلاج المرضى وبناء الجسور وطبع المصاحف وطبع كتب العلم ومياه السرب النفق على مياه السرب إلى آخره كل ذلك من سبيل الله وفي سبيل الله وسبيل الله تعالى هو الطريق المراد السبيل بسبيل الله الطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى ورحمته ومغفرته ومن صور ذلك تسليمها لولي الأمر لتصرف في مصالح المسلمين العامة بما يراه أولو الأمر وأذكرها هنا إشكالا قد يرد بعضهم إشكالا في هذا المقام إشكالا وأجيب عنهم وهذا الإشكال يرد على كثير من الفقهاء في هذه المسألة أنه إشكال أظن أنه ورد على أذهانكم وهو أن القول بعموم في سبيل الله يفضي إلى إدراج الأصناف الأخرى في معناه يمكن واحد يأتي إنسان ومسوح الغرة ويقول إن هذا القول معناه أن الجميع داخلون في هذا وكان يكفي أن يقول الله أنفقوا في سبيل الله وانتهى الموضوع فإن يعطى الفقير هو من الإنفاق في سبيل الله وكذلك المسكين والغارم وإلى آخره نقول لا لا إشكال في ذلك لا إشكال في ذلك لأن تلك الأصناف قد أخرجت بتخصيص ذكرها حينما ذكرت قد يذكر المعنى الخاص أصناف هي الزكاة أو الصدقات لأشخاص ولمصالح فهؤلاء أشخاص وهذه مصلحة في مصالح وفي أشخاص فهؤلاء ذكروا بأعيانهم وإذا قال الإنسان أحب المقيمين الصلاة والصائمين والحاجين طيب والمزكين والذاكرين الله كثير طيب أليس كلهم ذاكرين المصلي يذكر الله والصائم يذكر الله والحاج يذكر الله والمزكي أيضا المتصدق من شأنه أن يذكر الله ولو في قلبي فكلهم ذاكرون فحينما ذكرت والذاكرين وهو لفظ عام هذا بمنزلة وفي سبيل الله بعد هذه الأصناف التي ذكرت شيء آخر وهو يعني أشرت إليه قبل قليل وهو أن جميع الأصناف الذين ذكروا في هذه الآية هم ذوات مخصوصة أما في سبيل الله فهو معنى من المعاني وليس ذاتا كما ذكرت قبل قليل ولهذا كان اختيار تفسير السبيل هنا بالغزو والجهاد والحج أدق من الغزاة والمجاهدين والحجاج يعني إذا كان المراد الغزو إذا فسر هذا اللفظ بأن المراد به الغزو والجهاد والحج فهو أدق من أن نذكر أشخاصا فنقول هم الغزاة وهم المجاهدون وهم الحجاج لا هي كما ذكرت هي في مصالح أو هي في أشياء ليست بذوات وإن كان التعبير بذواتهم طبعا يؤلوا إلى التعبير بالغاية من إعطائهم وهكذا سائروا المعاني هذا القول الذي ذكرته أنا هل أحد هل له من ناصر نعم هناك من ينصره وقد نصره جماعة من أهل الفقه والحديث والتفسير واللغة من الأولين والآخرين يعني من الأولين من بعد السلف أما السلف فكما ذكرت لكم ليس لأحد منهم قول في هذه المسألة إلا ما قيل في الأمر الغزو والجهاد والحجاج والعمار ونقله الخازن عن بعض الفقهاء والرازي قال لا يجب قصره على الغزاه وقال الزبيد في التاج وكل سبيل أريد به المولى سبحانه فهو بر داخل في سبيل الله وقال صديق حسن خان في صاحب الروضة الندية لا دليل على اختصاص هذا السهم به بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله عز وجل وهذا معنى الآية لغة هو يقول إن هذا هو معنى الآية من حيث اللغة قال الكاسان أيضا وفي سبيل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وفي سبيل الخيرات ماذا محتاجا أكثر المفتين في الديارة المصرية كالشيخ شلتوت وحسين مخلوف كلهم كانوا يفتون بهذا ولا أعلم لهم دليلا فوق ما ذكر من العموم يعني قالوا إن اللفظ عام بدلالة إدخال الحج في معنى فانطلقوا من هذا ووسعوا الخلاف فما ذكرته أنا من الوجوه الستة هو إضافة إلى تلك الاستدلالات أو القول الذي رأوا في العدد الثاني من مجلة البحوث العلمية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض بحث قيم ذكر فيه الأقوال الثلاثة واختارت الهيئة بعد ذلك القول المشهور الذي عليه الجمهور وهو أنه مقصور على الغزو والغزاة أو الجهاد في سبيل الله فهذا هو ملخص هذا الموضوع الذي أحببت أن أطرحه في هذا الوقت المناسب وكما ذكرت هو اجتهاد لا فتوى وإجتهاد أيضا مسبوق إليه على مبني على أدلة مقنع بالنسبة لي وأرجو أن يكون ما قلته صوابا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرك الله فيكم شيخنا الدكتور عبد العزيز ورزقكم لبا بالعلم أقنى وقلبا بالفقه أوعى وجزاكم جزاء الأوفى كنا أحبابنا الأكارم في ظلال أمسية رمضانية ومأدبة نورانية ومدارسة قرآنية تتنزل السكينة فيها على المتدارسين وتحفهم الملائكة وتقشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده بإذن الله مدارسة هي سبيل التعلم الحق فعلم القرآن هو حق العلم وعلم الحق وسبيل تزكية الأنفس سبيل تطمئن القلوب فيها بذكر الله وتخشع لذكره مدارسة للتدبر والتبصر والتذكر تتكشف بها حقائق القرآن ومعانيه وأسراره وحكمه فيكون ذلك أدعى الاستخلاص منهاج الهدي الرباني وفحواه في قول الباري في سبيل الله بارك الله فيكم يا دكتور والآن نفتح الباب للسارة الأفاضل المتداخلين المداخلة الأولى مع الأستاذ الكريم عبد الرحمن أهلا به وسهلا ومرحبا أو دكتور عبد الرحمن السلام السلام ورحمة الله تسمعونني الدكتور عبد الرحمن الشمراني أهلا وسهلا ومرحبا بكم نعم تسمعونني نعم شكرا شكرا الله لك يا دكتور عبد العزيز والزملاء المشاركين فقط في حديث معقل أظن أن هناك أثرا آخر يعني يدل على أن حج المرأة نوع من الجهات فيمكن هذه الإنفاق في الحج يعني إدخال ابن السبيل في حق المرأة هو داخل في موضوع يعني الغزو من حيث أن الغزو على الرجال والحج هو جهاد المرأة و يعني كنت غير أهم أننا سمعنا من مشايخنا مثل شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنهم كانوا يوسعون في ابن السبيل ليشمل طلبة العلم وشكرا دزيل في ابن السبيل أو في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله أنهم يدخلون طلبة العلم في سبيل الله نعم صحيح نعم بارك الله فيكم المداخلة التالية للدكتور عياد غائب الميمون أهلا به وسهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ على هذه يعني درس ومع تعمل شيخ يعني علينا الآن بترتيب يعني ترتيب الله عز وجل لهؤلاء الأصناف الثمانية يعني ألا يفهم منه يعني الله عز وجل هنا رتبهم على يعني أشد الحاجة يعني أشد الحاجة للصدق يعني يعني مثلا بدأ بالفقراء ثم بعدهم يعني ترتيب يعني يفهم من كذا أنهم على الترتيب يعني أشد الحاجة سواء كانت الحاجة خاصة أو حاجة عامة يعني 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 ما ذهبتم إليه يعني أن الكلمة كلمة سبيل الله أنها يعني أشبر الله عز وجل الكثير يعني بدليل أنها يعني قدمت على ابن السبيل نعم فهذه يعني يعني ملحظ جيد جيد جزاكم الله خير شاهد رتو الله فيكم المداخلة الثالثة للدكتور عبدالله العماج أهلا سهلا دكتور عبدالله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا شكر الله للأخوة الأفاضل في مجمع اللغة العربية هذا اللقاء الماتع وشكر الله لهم جهودهم التي استفيدوا منها باستمرار وشكر الله للمحاضر الكريم شيخنا الأستاذ دكتور عبدالعيز الحربي على هذا اللقاء الماتع والمحرر وهم اعتدناه منه ففتح الله عليه وجزه خيرا وهذا اللقاء على اختصاره إلا أنه مليء بالعلم والتحرير والتحقيق عندي عندي سؤالان صاحب الفضيلة السؤال الأول هل من يقول أن في سبيل الله هنا مطلق والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد هل يصح مثل هذا الاعتراض والسؤال الثاني والسؤال الثاني هل هذا البحث في سبيل الله هل هو يعني يحتاج لمزيد بحث وتحرير في نظركم أو هو استوى بالبحوث السابقة شكر الله لكم طيب يا دكتور تفضل طيب جميل أخونا السمراني عبد الرحمن السمراني ذكر لفتة طيبة يعني يقول حديث من معكل وبمعكل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعطيها البكر وقال إن هذا أيضا من سبيل الله إذا كان هو قد ادخره لسبيل الله إلى الغزو وأمره بأن أيضا يعطيها هذا البكر لتحج عليه وأن هذا من سبيل الله قال هذا أيضا هو من من باب الجهاد أيضا لأن لأنه قد جاء في الحديث وإن كان أخونا عبد الرحمن المذكر الحديث لكن هو يريد هذا وأنه عليهن جهاد لا قتال فيه كما جاء في الحديث الصحيح وهو الحج والعمرة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن أيضا يبقى المعنى أيضا يبقى واسع إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بإطلاق ولم يقل لأن هذا أمر خاص بالنساء ولأن عليهن جهادا لا قتال فيه ولكن أطلق ذلك وقال هو من سبيل الله لو قال حجهن من سبيل الله أو حجها هي من سبيل الله كان المعنى يكون حينئذ صادقا على ما لحظته أنت يا أخان عبد الرحمن وهو ملحظ كما ذكرت جيد وهو كان قد خطر في بالي في الحقيقة أخونا بعد ذلك الدكتور عياد يعني ذكر أيضا اللفتة التي تعتبر مؤيدة لما ذكرت وهو أن أننا نفهم الله أعلم أن المولى سبحانه وتعالى حينما ذكر هذه الأصناف ذكر الأحوج وما دونه وقلت يعني أن هناك منهجا نبويا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهو أن نبدأ بما بدأ الله به حتى ابن عباس رضي الله عنهما طبق هذه القاعدة في المواريث لأنه كان لا يقول بالعون فيقول نحن نقدم من قدمه الله الله تعالى قدم الأولاد ثم بعد ذلك ذكر الأبوين ثم ذكر الزوجين ثم ذكر الإخوة من الأم ثم ذكر بعد ذلك في الآية التي في آخر السورة ذكر بعد ذلك الإخوة والأخوات فنحن نقدم إذا مثلا يعني ما لم تكفي الأنصبة الأنصبة لم تكفي أو المال لم يكفي الجميع فإننا نقدم ما نقدمه الله تعالى ولا عول في المسألة وهي مسألة معروفة وذكرت هذا في مسألة الطائفين والقائمين وغير ذلك من المسائل ففيما يظهر والله أعلم أن الفقراء هم الأحوج وبعدهم المساكين وبعدهم العاملون فإذا كان عندنا مثلا زكاه طبعا يترتب على هذا أو في هذا من الفقه أنه إذا كان لدينا مال لا يكفي لهؤلاء في بيت المال لا يكفي للجميع فإننا نقدم ما نقدمه الله تعالى ونعطي أولا الفقراء والمساكين إن كان هناك فائض نعطي الذين بعدهم وهل مجر إلى مسألة ابن السبيل أو يكون المال الأكثر والأوفر نعطيه للسابقين ومن بعدهم دونهم في العطاء لأن المقدمين هم الأهم وهذا محل نظره محل اتهاد اتهاد فيه أهل العلم أما بعد ذلك يا أخونا عبد الله العماج يقول هل يصح بأن يعترض بأن هذا اللفظ يحمل على الذي هو وأشكر له طبعا ما حسن قوله وجميل كلامه وحسن ظنه أيضا أنه يحمل على المقيد أن عندنا قاعدة أنه يحمل المطلق على المقيد طبعا القاعدة واسعة في هذا وأنه ليس في كل حال لكن هب أننا حملناه الآن على المقيد ما المقيد أقرب تقييد له في هذه السورة مثلا قوله تعالى وأنفقه في سبيل الله فقيد بالإنفاق فإذا قيد بالإنفاق فلم نخرج عن المعنى لازلناه في المعنى نفسه وأن المراد أيضا الإنفاق في سبيل الله على المعنى الواسع الذي ذكرناه فإذا قلت إنه يجب أن يقيد ويجاهد في سبيل الله أو فقاتل في سبيل الله أو فقاتل في سبيل الله فسيقلب ولماذا قيدته بهذا القيد وهناك ما هو أقوى منه فإن في سبيل الله يأتي مع الإنفاق أكثر وهو إليه أقرب وأقوى وهو المتبادر أيضا إلى الذهن فتبقى المسألة فيها تحكم إذا قيدناه بشيء دون آخر هل هذا البحث يقبل الزياءة؟ طبعا يقبل ويقبل حتى أيضا التراجع أن الإنسان قد يترجح له شيء آخر ويقبل الإضافة ويقبل المزيد ويقبل مزيدا من التحرير والتحقيق وهكذا الإنسان ذهنه يتجدد وفكره يتجدد والعلم أيضا يزيد مدام الإنسان طالبا للعلم نسأل الله تعالى أن يزيدنا فهما وعلما وأن يرزقنا الفهم عنه في كتابه آمين آمين هناك مدخلات المكتوبة دكتورة هل يسمح وقتكم؟ لا بأس أحسن الله بما يجاب عن ذكر لفظ الحصر في الآية إنما عند اختياري أن قولا وفي سبيل الله يدخل فيه كل وجوه البر طيب هذا الحصر الحصر حقيقي وهو في 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 هذه الأصناف الثمانية فإذا كان في ما الذي يخرج سيخرج بعد ذلك الأغنية وسيخرج بعد ذلك ما كان في غير سبيل الله إنما كان في سبيل الشيطان أو كان في أمور ليست من أمور البر ولا من أمور الخير وإنما هي باب الترفه فكل هذه الأشياء ليست داخلها هذا الحصر هو في تعداد هذه الأصناف الثمانية البقراء والمساكين العاملون عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب الغاربون في سبيل الله ومن السبيل فمن كان ليس لا يستطق عليه هذا المعنى فإنه لا يدخل في هذا الحصر والله أعلم هل من أسباب شيوع اقتصار دلالة سبيل الله على الغزو والغزاة أو الجهاد نظرا لوجود مقابل اللفظين ورد بالقرآن الكريم سبيل الطاغوت في سورة النساء أنا ما فهمت السؤال هل فهمتم السؤال لا يعني فهمتنا السؤال يعني يريد أن يقول هل نفهم هذا الإطلاق الذي ذكرناه أو هذا المعنى العام أنه لمقابلته في سبيل الطاغوت فعندنا في سبيل الطاغوت وعندنا في سبيل الله فما كان في سبيل الله وليس في سبيل الذي جاء في القرآن في سبيل الطاغوت في مقابل القتال في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا في سبيل الطاغوت في قاتلوا أولياء الشيطان لأنه كيد الشيطان كانوا ضعيفا هناك سؤال فقهي يا دكتور ممكن حكم حكم إعطاء الزكاة لمدين كان دينه في سفر وتمشيه وحكم من عليه دين لا يعلم في ماذا دينه وإن أعطي من الزكاة لا يسدد دينه بل يمتع نفسه من مال الزكاة يعني ينصون على أن الزكاة لا تعطى لإنسان ينفق المال في معصية ومن كان سفره مثلا في معصية كابن السبيل إذا كان سفره في معصية فإنه لا يعطى هذا المال أيضا إذا كان المترفهين أو من علم مثلا أنه يأخذ أموال الناس ولا يريد أداءها ويأتي بعد ذلك ويقول أنا تحملت حمالات وعليه ديون ونحو ذلك وهو قد عرف بهذا فإن هذا تأديبا له يعامل بنقيض مقصوده لأنه في الحقيقة يعني مثل هذا لا يستحق وأنا لا أفتي في هذا إنما أذكر يعني بعض أقوال العلماء في هذا هذا قول ابن حزم في المحلّة نعم أشكل علي رأي ابن حزم رأي ابن حزم في هذا أن في سبيل الله هو محصور على الغزو والجهاد وحسب وهذا من الأشياء التي مخالف فيها أبا محمد نعم أشكل علي تعميم في سبيل الله أن في الآية حصر ألا يشعر الحصر أن الأصناف قليلة وأن صرف الزكاة ليس واسعا وأنها ليست كالصدقة المستحبة لا أصلا حتى لو لم يذكر في سبيل الله هاهنا هي واسعة ألا ترى يعني أن الفقراء يعني أن عددهم لا يحصى وكذلك أيضا المساكين هم كثير جدا والمؤلفة قلوبهم والغارمون أيضا وفكر رقاب خاصة في الزمن السابق هؤلاء كثر يعني هذا لا يعني أنهم قلة ولا يعني أن هذا الحصر أنهم عدد قليل وفي سبيل الله أنت لا تظن أيضا أن المسألة هكذا يفتح فيها الباب على مصرعي ولكن نقول نحن نقدم من قدمه الله تعالى إذا لم يكن هناك محتاج لا من الفقراء ولا من المساكين ولا من العاملين عليها إذا أن نصل إلى في سبيل الله وبعد ذلك نضعها بسبيل الله وإن نضعها إذن أدخرها لمن هذا هو بل تبين لي أن الآن مما يرجح هذا القول أنه قد يكون لدينا مال فائض وأنه لا فقراء عندنا مثلا في الجهة التي نحن فيها وأعطينا الفقراء والمساكين وأعطينا تلك الأصناف الآن فكر رقاب غير موجود المؤلفة قلوبهم أيضا حتى عمر والخطاب رضي الله عنه أيضا منعهم وقال كان ذلك في زمان نتقدم وإن كان الصحيح أنهم باقون إلى يوم القيامة أن هذا الصمف أو هذا البند وباقي إلى يوم القيامة طيب إذا بقي بعد ذلك من هذا المال أين ننفقه ننفقه في سبيل الله أيضا في هذا البند أيضا الواسع بدل أن ندخره في بيت المال هذا قول أيضا قيل به نعم المداخل الأخير إن شاء الله هل هناك نسبة معينة للعاملين على الصدقات وغيرهم من الأقسام التي ذكرت في الآية إنما الصدقات للفقراء أم أن الأمر مفتوح في تقسيم الصدقات على هذه الأقسام ورزاكم الله خيرا هذه المسألات تعود إلى تقدير الإمام في مسألة العاملين عليها وأما في مسألة تقدير الإمام وحاجة ذلك العامل وما يكفيه بحيث يقطع الطماعية في قلبه من أن يأخذ يعني من أموال الناس التي يجبيها فيعطيه ما يكفيه في هذا لو زاد أيضا شيئا قليلا فلا حرج في ذلك لكن طبعا زيادة المبالغة فيها هذا معروف أنه لا يحسن أما بالنسبة للغني ويعطائه للفقير فله أن يعطيه الفقير ما شاء لو أراد أن يعطيه مثلا مليون ريال أو أكثر من ذلك وهذا هو الأفضل في مسألة إعطاء الفقير أن يعطيه ما يكفيه وما يعفه بحيث وبعد ذلك يصبح من المتصدقين ومن الأغنياء إذا كان طبعا إذا لم يكن هناك من هو أحوج منه أو من كان مثيله في الحاجة لأن في بعض الناس يبدد ماله على يوزع زكاة ريال ريال أو جنيه جنيه لا استفادة الفقير ولا انتفع بشيء الأحسن أن يعطيه أعطاء جزلا هذا أنفع له حتى يعفه مرك الله فيكم يا دكتور باسمي وباسم مجمع اللغة المكية أتقدم بأسماء عبارات الشكر والعرفاني وأخلص كلمات الود والامتنان لسعارة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي رئيس مجمع اللغة العربية بمكة على ما أفادنا به من بديع نكات وما عطرنا به من نفحات شرفنا بكم في أمسية الليلة وإلى لقاء آخر قريب تتجدد فيه اللقاءات والأمسيات بحول الله تعالى وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته